يعني الاجابة في جملة واحدة انا التي انا الذي كنت مفتريا ومجدفا ومتهضا ولكني رحمته لاني فعلته بجهل في عدم ايمان دي عبارة الرسول بولوس يبقى ما تقدرش تقول انك بلا خطيه ده بالعكس ده انا مجدفا ومفتريا ومتهضا والنضيف اليها عباراته ايضا مع المسيح سلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه يبقى ما حدش يقدر يقول انه بلا خطيه لانه جميعنا رصيدنا عارفينه ولكن نقدر نقول مع بولوس الرسول ثمرت بقى حياة التوبة والاماتة الحقيقية مع المسيح في وقت من الاوات زي ما هو قال مع المسيح سلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه فاذا الذي كان مجدفا اصبح المسيح يحيا فيه الاجابة مباشرة نعم يمكننا ان نصل الى الغلبة وهذا كتب عنه الاباء القديس مكاريس الكبير كتب عن غلبة الاوجاع في عزاته الخمسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة